في الوقت الأخير ومع تحديداً أزمة الدولار أصبح هناك مجموعة من الإشعاعات بتتداول في الشارع المصر إشعاعاتين خاصين أو خاصتين بجزاية الأولى خاصة بتأكل ودائع الدولارية في البنوك أو تجمدها أو اتجاه السياسة البنكية في مصر لوضع قيود معينة على خروج ودخول القيمة الدولارية قالوا أن في حد هيب عشر تلاف دولار بس بالنسبة للعمل المتعملين تآكلها؟ أبا سحرينك سألت كذا تآكلها؟ لا مفيش تآكل هي زادت يعني حتى بعد الثورة الوضع الدولارية في القطاع المصرفي وده نشرة بينشرة ببنك مركزي كل شهر أي حد يقدر تطلع عليها زادت الوضع جنيه مصري زادت مفيش تقايد؟ لا مفيش تدخلات من الدولة على أموال البنوك بس دي حاجة أنا رسالة مهمة جدا لازم نقولها للناس البنوك حاجة وميزانية الدولة حاجة لأن في السوق بنتكلم الأيام دي مشاكل كتير في الموزنة العامة وفي عجز والدولة ممكن تاخد فلوس؟ لا ما تقدرش تيجي بقى تاخد فلوس البنوك البنك المركزي وقانون يحمي بيعمل باستقلالية عن الحكومة كان زمان قبل ما نيجي القطاع المصرفي القطاع العام في 2003 كان البنك المركزي بياتبع وزير الاقتصاد ساعتها بقى كان يقولوا اديني من الفلوس دي سلفوني دي وكان حتى الدولة تستلف من البنك المركزي نفسه احنا منعناها أنا كنت دائم محافظة البنك المركزي منعنا الحكومة أنها تستلف من البنك المركزي دي كانت أول حد وبعدين خلناها سددت الأموال اللي عليها البنك المركزي كان يمكن سبعين مليار جنيه سددت بالكامل وبعد كده قلنا للدولة ما تستلف تستلف بشروط السوق لانك بستلف بنك المركزي باتنين في المية بأسعار مدعمة لا عايزة تنزلي تشتري تستلفي بأسعار السوق وبالتالي طبعا زبطنا السوق ان الحكومة تحط ايدها على أموال المدعين ممنوعة دي أموال خاصة ولا نسمح لا وفي العشر سنوات اللي فاتت قبل أيام نظام مبارك وآيام نظام الحالي قيادات القطاع المصرفي لم تمكن الحكومة أنها تاخد أي أموال إلا في مشروع احنا دارسينه ومقتنعين به وعلى فكرة قبل كده حصل يعني كان طلبوا في حاجاته وحنا رفضنا كتير وقبل الصور وعارفين وكانوا بيستاءوا وكان لنا يعني جوالات شديدة مع الحكومة يعني مفيش داعي لذكرها وكان دكتور فاروق العودة وكنا معاه وكان جوالات شديدة وبالتالي حافزنا على القطاع المصرفي فقدر أقول إيه البنوك النهاردة وضعها شيء وموازنة العامة للدولة شيء عشان بس نستباهها موازنة العامة للدولة فيها نقص في عكس لكن البنوك الحمد لله كل البنوك مصر 38 بنك عندها نسبة سيولة مش موجودة لا في أوروبا ولا في الخليج العربي ودي أهم حاجة سيولة بالجنيئ المصري آمنة مفيش حد يتخوف أنه وضع وزيعة أو يضع نقوده في البنوك المصرية في الفترة حالية أأمن من الجنوك الأخر خاصة بهذه الجزئية في ناس متخوفة عنها تحط سيولة لا بنأكد أولا نسبة سيولة عندنا كبيرة يعني أقردنا جزء من الوداعة دي مش كلها البنوك التانية في أوروبا أقردت أكتر من قيمة الوداعة عشان كده دخل البنك المركزي الأوروبي ضخ تريليون يورو في البنوك الأوروبية عشان يساعدهم إحنا النهاردة بنوك المصرية ما خدتش ولا جنيه من البنك المركزي المصر مش محتاجة وده على فكرة مجال البنك المركزي فيه بيساند البنوك لما يبقى فيه مشكلة ولكن إحنا حتى ده لم نلجأ إليه لأن البنوك مش محتاجة ضخ أي أموال من البنك المركزي نمرتين بنوك مصر بتكسب أرباح على الرأس مالها بين عشرين واربين في المائة لأننا جاية بتساؤلات مش بس من الناس الخايفة على ودائعها في البنوك كمان من المستثمرين المستوردين واللي بتعاملوا بالعملة الصعبة في التخوفات اللي خاصة بأزمة الدولار وموضوع سعر الدولار اللي هو ممكن يبقى فيه تصاعد بطريقة سريعة في الفترة الحالية إجراءات الاحترازية الخاصة بالبنوك للمحافظة على المستثمرين اللي بيتعاملوا بالعملة الصعبة هتبقى عاملة ازاي؟ خاصة انهم عندهم تعقودات في فترة سابقة كان بيحسبوا السلع بتاعتهم على أساس الأسعار الدولار اللي كانت متدولة في السنتين اللي فاتوا ايه اللي ممكن يعملوا أو السياسة البنكية الفترة الحالية لإحكام العام؟ في الفترة اللي فاتت البنك المركزي حافظ على مستوى سعر الدولار لمدة العشر سنين اللي فاتوا وزيادة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت لا تعتبر زيادة لو قاررنا بدول يعني كان عندها مشاكل المكسيك لما كان بيبع عندها مشاكل في الاقتصاد كان بيحصل تخفيض للعملة كل شهرين كل شهرين والتخفيض كان بالعشرة في المية وعشرين في المية وتركيا كان بتخفض عملتها تمانين في المية في السنة لكن احنا بعيد عن الكلام ده خالص يعني الحمد لله مصر وضعها كويس بالنحية دي بالمقرنة بالآخرين آه عندنا مشاكل لكن كان ممكن ان هي تبقى اصارها اكبر من كده هي اصارها مش كده حصل انخفاض في العملة لكن انخفاض طفيف 4% من اول الثورة انخفاض قد ايه كان الدولار كان بـ 5.85 احنا لغاية النهاردة ما وصلناش لمستوى الدولار اللي كان في 2002 احنا لما استلمنا الجهاز المصرفي كان بسبعة اكتر من سبعة جنيه احنا لغاية النهاردة مع كل المصرفة تتفيدها ما وصلناش لهذا المستوى فده كويس لكن في حاجة تانية في الاقتصاد الحركة دي بتعني خسائر لبعض الناس ومكاسب لبعض الناس يعني ما فيش توجه اقتصادي فيه مكسب لكل الناس كل دابة بفيه تضحية ودام مكسب معين فالمصدرين مثلا سعداء جدا اكيد بان الجنيه يضعف شوية ليه؟ بتقوي قدرة صدراتهم في الخارج هتزود لهم الصدرات لان بيبقى المنتج بتاعه بيجيله عائد اعلى على الصدر لان الدولار اللي بيجيله بيحوله بسعر جنيه مصري اعلى فبتقوي مركز الصدرات المصري الصدرات المصرية حصل لها طفرة كبيرة في السنوات اللي فات وصلت لـ 28 مليار دولار انت عارف عن ريك كمان يعني زي ما بنتكلم على الحاجات السلبية فيه حاجات ايجابية صدرات المصرية في الاربع اربع الماضية حققت رقم قياسي قياسي يعني يقولوا قطاعات الاقتصاد نهارت لا لا انا ما نقول مش نهارت نهارت زيادة لا يعني انا اخر 3 شهر الصدرات 6 و 9 عاما 10 مليار دولار الـ 6 و 9 دي ما وصلناها لاش لا في 2010 ولا في 2009 بس امام الواردات لان احنا عادنا متفصلة نتكلم على الواردات بس انا متكلم معناها ايه صدرات زيادة ان الصناعة المصرية شغالة يعني المصانع شغالة ما يعني بده نفهم المصانع شغالة مجن السناعة توقفة اه تاني حاجة السناعة المصرية البلاد حصل اغراق من بلاد تانية لمنتجاتنا لكون منتجاتها هنا فالصناعة المصرية بتعاني يعني الصين بتغرقنا بمنتجات رخيصة وشرق اسيا وبعض الدول الاخرى فالصناعة المصرية بتعاني لما سعر الصرف بتاعنا يحصل فيه تغير وانخفط الجنيه ويعلى الدولار شوية بتحمي الصناعة الوطنية برسطو ففي ميزات وعيوب لكل تغيرات وبعدين احنا ما نقدرش ان احنا نتجمد يعني ما اصله طبيعة الاسواق الناس بها في حركة وبعدين لما يتحرك الدولار 5% في السنة طب ما هو سعر الفايدة الجنيه مصري 10 او 12% فما زال المستثمر المصري او المودع بياخد عائد احسن فهي دي الامور فيه give and take خد وهات فيما يخص برضو السياسة البنكية في الفترة اللي فاتت انها كانت متهمة انها استثمرت في ايزون الخزانة الخاصة بالدولة هو متهمة احنا شطريف الاتهانات شطريف الاتهانات انها استثمرت في ايزون الخزانة العديمت المخاطر ولكن يعني عالية العائد وكانوا بعض الاقصادين بيقولوا ان دي اللي سببت ازمة السيولة في السوق المصري شايف حضرك ازاي لا دبعا اولا لما بي عندي ايزون خزانة معناها دي سيولة يعني ده النظام علامي المالي العالمي اي بنك بيقرض امواله لقطاعات الاقتصادية والفائد اخر اليوم اخر اليوم بيستثمره في ازون الخزانة بتاعة البنك بتاعة الوزارة المالية بتاعة الدولة بتاعته في امريكا كده في انجلترا كده في المانيا كده في مصر كده في كل البلاد كده فاحنا بنعمل ايه باني نشوف كل احتياجات خطاعات الاقتصادية في مصر بتستلف ولما بيبقى عندي فائد في الاخر عايز اخد عليه عائد لان كل ما باخد عليه عائد بقدر ادفع للودايع فبستثمره في ازون الخزانة عمر ما ازن الخزانة ده اتأخر يوم على اي بنك وازن الخزانة ده بيعتبر اموال مال ليه لان هو ده الخزانة العامة اللي هي صاحبة العملة هي اللي بيضمنلك الفلوس فاحنا بنعمل ايه بقى لما نعوز الفلوس ومعايا ازون خزانة بروح البنك المركزي واخصم اذن الخزانة في البنك المركزي واخد نقت بدل في حالة ما اذا ان الدولة عجزت عن تسجيل اذن الخزانة معناها عندي سيولة عندي سيولة وده النسب السيولة العالمية في النظام المحاسبة العالمي الدولي وبازل 2 وبازل 3 بيقول ان دي بتعتبر اموال سيولة وبرده تسائل فحالة ما اذا ان الدولة ما عنداش القدرة على تسديد سعر الفايدة اللي ترحت بيها زنات الخزانة هي غاية دلوقتي بتسدد بتسدد وبعدين لما الدولة في الاخر مش هتقدر الدولة بتقدر ان هي بيحصل تضخم يعني بيحصل ايه اثر على سعر الفايدة بقى سعيدة اللي بيحصل مش ان هي بيحصل تستدد فهتدفع الفلوس بس بتدفع بتكليفة اكتر فامين اللي بيعاني ساعتها الحكومة عشان كده هي عايزة تنزل عجز المواسطة هل السياسة البنكية لكن هي كل الهكاية مش هيبقى خوفة على ان الاموال نفسها لا هيبقى اللي هيدفع الضريبة دي الحكومة لانها مستوى سعر الفايدة هيزيد فهتزيد تكليفتها لكن المودع هو في امان سياسة الدولة بعد السياسة البنكية للدولة بعد 2010 تحديدا بعد الصورة هل هي تراجعت في ضخ التمويل في مجال الاستثمارات لوجود مشروعات قومية كبيرة لا مش مشروعات قومية كبيرة مشروعات قومية كبيرة لما بتطرح علينا من الدرس لكن طبيعي طبعا لما نسبة المخاطر في السوق بتزيد والبنوك طبعا بتبقى بتحتزر من المخاطر ولها الناس تحافظ على الاموال اللي معاها فطبعا ممكن المشروع اللي بيجي ترد عليها لو حاسة ان المخاطر فيها عالية مش بتمولها لكن انا هقدر اقول لحرك البنوك مولت 40 مليار جنيه في السنة ونص اللي فاتح وبعدين حتى مش بس بندخ في المشروعات الكبيرة احنا لسه موقعين مشروع الشهر الماضي بترو كيمويات اكبر مشروع في تاريخ مصر 2 مليار دولار ممول بكامل من البنوك المصرية بالعملة الصعبة وبالعملة المصرية فده بيوريلك المراكز المالية بتاعتي مفيش ولمدة 12 سنة يعني لمجاتل أزمة المالية العالمية في 2008 البنوك في العالم برا انا كنت قاعد مع رئيس بنك كبير أمريكي بتقول له بتسلفه قال لي وقفنا تقرأت خالص خالص بتقول له ما بتسلفهوش خالص قال لي بس المؤسسات العالمية اللينا علاقة بيها بسلفها بس شهر شهرين 3 شهر قصير الآن احنا من ساعة الثورة بنقرد مش عايزين نخلط ان الدولة عندها الحكومة عندها عجزة في الموازنة ان الدولة كلها فيها مشكلة يعني أصله عايزة فاهم الناس حاجة برد كون ان الحكومة عندها عجزة في الموازنة في حاجات كتير مش داخلة في الموازنة يعني ما تيجي تقول لي عائدات السياحة يبلاش دعوا بالموازنة بتدخل البلد استدرات بتدخل القطاع الخاص فلازم نفهم الفرق بين عجز الموازنة والبلد كلها انها تكون يعني بتاعجز يعني